السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا وحوش السنوية العامة النهاردة بنكمل مع بعض في حل الزتونة ان شاء الله احنا بنتكلم في الوحدة العشرة في الحل كلمات الزتونة سمي الله ويلا بيه نبدأ مع بعض وصلي على الحبيب تحت في الكومنت عليه الصلاة والسلام وطبعا شاركنا بقى بالكومنت واللايك والحاجات كده عشان ايه كل ده بيساعدنا ان احنا ننشر المحتوى خلاص اردنا نخلص الكتاب وهننقل على كتاب تاني ان شاء الله ماني ميكس يو هابي اذ اميث بتقول لك يعني فكرة ان الفلوس بتخلي بتخليك سعيد يعني هي اسطورة وخيب بالك هي بتكون اسطورة طيب زي انت نام اللي هو عكس كلمة مث مث يا جماعة معناها اللي هو اسطورة عكسها ايه تراث اللي هي الحقيقة اكيد مش لاي يجدب طبعا ولا فاكشن معناها خيالي طبعا ولا لجند معناها اسطورة بدو غلط طيب رقم اثنين he has dedicated هو كرس his life حياته لعيلته dedicated يا جماعة لوها معناها كرس او خصص دي معناها ممكن نستبدلها بكلمة ايه default يا جماعة لوها معناها برضو كرس او خصص برضو رقم دي اكيد مش loyal معناها ولا طبعا غلط ولا avoid معناها تجنب طبعا غلط ولا new معناها عرفة في الماضي طبعا غلط رقم ثلاثة بقولك people like Egyptian Resorts الناس بتحب المنتجعات المصرية for their friendly atmosphere عشان الجو بتاعها الحلوة يعني الودود and no cut sincerely وايه المناظر او المشاهد يعني اكيد المشاهد الرائعة اللي هو ايه يا جماعة becicharisk becicharisk معناها خلاب المشاهد الخلابة والمشاهد الرائعة اكيد مش horrible معناها فضيع دي حاجة وحشة طبعا وcommon معناها شائع طبعا غلط with triple معناها طبعا فضيع طبعا ودي مش حاجة حلوة طبعا رقم اربع زا ميوزيام اللي هو المتحف contains بيحتوي على one of the most واحد من finest work واحد من افضل افخم الاعمال in a by ancient Egyptians من المصريين القدماء واحد من افخم الاعمال بتاعت ايه بقى في ايه فاكيد فن النحت اللي هو scapetral scapetral يا جماعة معناها فن النحت اكيد مش agriculture طبعا معناها اللي هو الزراعة ولا statute مثال ولا authority معناها السلطة رقم خمسة the city has an exceptionally reach يعني المدينة بتكون يعني غنية بالزيادة او ان هي بتكون يعني مليئة بالزيادة من الايه استثنائي من الايه of historical sites من ايه من المواقع التاريخية land skip طبعا معناها منظر طبيعي طبعا ده غلط temp المتحف ده غلط inherit معناها يورث ده غلط اه مليئة بالتراث في المواقع الاثرية طبعا موجودة في المواقع الاثرية heritage صح يا جماعة رقم دي رقم ستة a customer certification معناها يا جماعة اللي هو اللي هو رضاء العميل survey اللي هو عمله survey كده بحث كده عن استطلاع عن رضاء العميل وعن استجابة العميل يعني ازاي بيكون مرضي وهكذا يعني نقذ نيد الحاجة لي clear price انه بالحاجة الى اسعار اكثر وضوحا نعمله survey استطلاع على ان العميل يكون راضي ازاي على الاسعار الاكثر وعلى الحاجة الاسعار اكثر وضوحا مش تلاقي ما تيجي تكلم وقولك تعليق انبوكس يعني طيب wondering معناها يا تثاءل طبعا ده غلط headline معناها عنوان طبعا ما تنفعش headline معناها يا جماعة اللي هي وضح طبعا السيرفي وضح يا جماعة الحاجة فعلا ليه ان هو ان العميل محتاج الاسعار اكثر وضوحا طبعا صح تنفع رقم سي صح deleted معناها حادزة طبعا ما تنفعش يا جماعة سرعة انا بفضل classic style يعني nothing مش بحب الحاجة انها تكون elaborate اللي هي معقدة صح يا جماعة مش بحبش بحب الحاجة تكون معقدة بحب الحاجة تكون سهلة وبسيطة easy سهلة طبعا غلط un suitable معناها غير مناسبة صح غلط سوري عفوا و unattractive معناها غير جذاب ودي طبعا برضو غلط يا جماعة طيب ندخل على اللي بعديه بيقول لنا يا جماعة i wanted to update انا عايز احدث my kitchen اللي هو المطبخ بتاعي and put in something more وحط حاجات اكتر ايه انشانت قديم لا طبعا غلط انستيوتابول غير ملقمة طبعا غلط contemporary معناها معناها معاصرة صح حط حاجات معاصرة كده اللي هي ايه يعني ماشية مع الموضة old قديم طبعا غلط 9 بقول لك ظروف اللي هو الروف يعني اللي هو السقف بتاع التمبل المعبد was held up يعني تم رفع او ان هو اترفع يعني بايرو بصف يعني of stick stone بحجار ساميكة من ايه من كولومز اللي هي العمدة اصف عن صح جماعة رفع بقى عمدة اكيد طبعا كورنرز اركان طبعا غلط رو معناها مادة خام طبعا ده غلط برضو ماون منتث معناها اثار طبعا غلط يا جماعة طيب رقم 10 بقول لك الفيلم is an important بيكون مهم من ايه انزه هستوري فيه تاريخ السينما بتكون ايه بقى لاند فيل اللي هو مكاب النفايات بتنفعش طبعا غلط لاند ماركن اللي هو اه معلم بارز اه طبعا صح الفيلم بيكون حاجة بارزة كده في تاريخ السينما طبعا اه لاند سكيب منظر ماينفعش يا جماعة لاند اه سايد معناها انحضار طبعا غلط يا جماعة 11 children were الاطفال كانوا ايه باي هير amazing stories بي القصص المدهشة يبقى الاطفال كانوا ايه بقى اولا وير يا جماعة اللي هو فربي توبيم يحتاج على طول وراه لو جبتها هتجيب صفة طبعا هتجيب صفة اخيرة ايه دي مش اي نجي خالص ليه بقى لانك انت الاطفال بتوصف الاطفال مش بتوصف الاشياء لو بتوصف الاشياء الصفة بتكون منتهية ب اي نجي بتوصف اشخاص الصفة بتكون منتهية ب ايه دي delicated معناها مبتهجين لا طبعا مش مبتهجين خالص ing interesting معناها شيخ ما تنفعش طبعا impressive مبهر طبعا captivated معناها طبعا اللي هي الاطفال كانوا ايه بقى مأثورين او مفتنين ب القصة بقصتها سوري الجميلة طبعا صحي ترقم دي صحي انا عايز صفة اخيرة اي دي لان انا بوصف الاطفال طيب رقم 12 by the ending of the king's a بحلول نهاية king a نظن الاجابة واضحة طبعا his vast empire was in decline يعني الامبراطورية بتاعته العملاقة كانت في انحضار يبقى الحكم بتاعه يا جماعة اللي هو region اللي هو فترة الحكم بتاعه رقم ايه region دي طبعا معناها جماعة اللي هو منطقة طبعا ده غلط rule معناها دور طبعا ده غلط ruler معناها حاكم طبعا غلط لا كانت في فترة الحكم بتاعه رقم ايه 13 archerologists اللي هم علماء الاثار have undiscovered اكتشفوا uncovered uncovered معناها غطي و uncovered معناها شال الغطى يعني اللي هم اكتشفوا more than اكتر من مئة الف ايه في الموقع اكتشفوا اكتر من مئة الف ايه فلوس لا طبعا غلط مثل اللي هي اساطير لا طبعا غلط artifacts artifacts معناها تحف اثرية طبعا تنفع صح liberates معناها مشاهير طبعا ما تنفعش طيب رقم 14 these lose القوانين دي ما لها are intended to بتنوي لي الحفاظ على A of natural resources على الموارد الطبيعية يبقى destroyed لا طبعا غلط be reserved معناها يحتحافظ على صح deserve معناها استحق لا طبعا عايز احافظ على الموارد الطبيعية القانون ده بيعمل عشان يحافظ reserve معناها طبعا اللي هو يحجز طبعا ده غلط يا جماعة 15 بيقولك his record التسجيل بتاعه او سجل يعني for the 1500 اللي هو 1500 متر نقط unbroken ما تكسرش يبقى لسه ما زال ما تكسرش يبقى we really احنا حقا نقط all the help you give us احنا نقط المساعدة اللي انت ديتهنى last week end في نهاية الاسبوع اللي فات ignore من التجاهل طبعا غلط realize بنطلق صراحة طبعا غلط appreciate بنقدر او صحي تنفع classify معناها هيصنف طبعا دي غلطة جماعة ما تنفعش 17 the books in the library المكتب الكسر الكتب في المكتبة بتكون نقط طبقا لي الموضوع يبقى مصنفة classified معناها متصنفة يا جماعة طبقا لموضوع share معناها يشارك طبعا غلط cut realize دي غلط رقم 18 huge crowd معناها الزحمة اللي هي الاملاقة followed the firewall معناها الجنازة نقط in the public demonstration of garf معناها جماعة في تظاهر شعبي كده من الحزن في تظاهر شعبي كده او تظاهر عام من الحزن طيب الجنازة دي كانت ايه بقى كان في pride معناها موكب ولا procession معناها موكب اولا رقم C طبعا مش تنفع معناها عملية طبعا غلط position معناها اللي هي ملكية طبعا ده غلط اللي جابة تبقى A B طبعا الاثنين عبارة الاثنين موكب بس قاني بقى موكب اللي هينفع بقى في الجنازة رقم بيا جماعة procession دي موكب جنائزي انما الاولى دي يا جماعة موكب استعراضي فيه بقى استعراض وحاجات زي كده طبعا مش تش هتنفع خلاص انا بتكلم على جنازة 19 The A has two ذا نقط بيكون عنده two telescopes اظن انت تعرفتوا الاجابة من غير ما نشوف علشان يرائب new plants اللي هي الكواكب الجديدة in our solar system في المجموعة الشمسية كده اكيد طبعا observatory معناها يا جماعة اللي هو المرصد الفلكي تاخد بالك المرصد الفلكي بيا عمري الكلام ده اكيد مش archeology معناها طبعا علم الاثار طبعا غلط ولا monocertry معناها طبعا اللي هو دير للعبادة طبعا غلط ولا discovery معناها اكتشاف طبعا غلط 20 the site of A الموقع بتاع ال A was discovered اكتشفة by a group بوساط group من علماء الاثار يبقى الموقع بتاع ال اي با بتاع اللي هو التمبل اللي هو المعبد distance طبعا معناها مسافة طبعا ده غلط يا جماعة cinema اللي هي سينما طبعا غلط concert حفلة طبعا غلط excavating human reminds اللي هي التنقيب عن بقايا الانسان طبعا القديم او البشر القديم is the one of the most exciting parts of A واحدة من اكثر الحاجات اثارة او اكثر اجزاء اثارة في الاي بقى فيه اكيد فيه علم الاثار طبعا اللي هو الارشيولوجي عشان نعرف ان هو الانسان كان زمان عامل شكله عامل ازاي وهكذا وبيتطور طبعا الانسان ما كانش قصد ايه ده جماعة الانسان كان انسان عادي خالص بس كان تكيف مع البيئة يعني وقت بلقى التطور شوية 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 ثم تكيف مع البيئة زي ما احنا وصلنا دلوقتي وهكذا energy طبعا معناها طبعا اللي هو هندسة طبعا غلط pharmaceutical اذا بيكون اذا بيكون المبنى اللي هو جاعة بيحتوي على مقبرة يعني they use of famous لشخص مشهور or graves of the rich family او عيلة طبعا من عائلات الغنية ده اللي هو الضريح اللي هو لارات الغنية طبعا ده اكيد مش مو المنت معناها اثار طبعا غلط ولا ميوزيوم اللي هو مدحف ولا اوبزورفاتوري طبعا اللي هو معناها مرصد فلكي طبعا غلط جماعة ندخل على الجملة رقم 23 The new house اللي هو البيت الجديد really wasn't ما كانش ايه نقط all the expense involved expense involved معناها يا جماعة اللي هو ما كانش يعني يكلف كل التكاليف دي كل البيت الجديد ما كانش يكلف كل التكاليف دي كلها طيب worth معناها يستحق اه فعلا البيت الجديد ما كانش يستحق كل التكاليف دي كلها فعلا worth معناها سيء طبعا سيء سوري عفوا بالسين طبعا غلط good معناها جايد طبعا غلط conserve معناها يحافظ طبعا ده غلط 24 بيقول لي she wanted to be هي عايزة تكون ايه and talk part وهي الشركة in several's digs في عديد من الحفر in her youth في شبابها يباك هتعايزة تكون ايه بقى اكيد علمت author archeologist اللي هي ركام b اكيد مش مهندس طبعا ولا ars astronaut معناها علم فضاء عفوا رائض فضاء ولا teacher معناها مدرس طبعا غلط 25 وعشرين the swiss can connect swiss if the a بتكون the a to trade between عشان تجارة ما بين contents معناها الكارات in modern world في العالم الحديث بتكون بوابة بقى او معبر للتجارة بين الكارات في العالم الحديث يبقى جيتوي اكيد مش هتنفع block يعني هيحجز ولا street شارع ولا lake معناها بحيرة طيب رقم ستة وعشرين they confess confess معناها يا جماعة هو هما اعترفوا ان their sons اللي معناها اخطاقهم to the a every week in the church معناها يا جماعة في الكنيسة هما بيعترفوا بقى اخطاقهم في الكنيسة للايه بقى للقصيس يا جماعة والpressed معناها القصيس pressed يا جماعة معناها القصيس اقيد مش intern معناها متدرب طبعا غلط ولا manager مدير ولا rule model معناها نموذج 27 بيقولك people associate toshiba people مربطين كلمة toshiba بالتلفزيونات associate بتاخد حرف الجر وذ على طول مش مكامل رابطين كلمة toshiba بالتلفزيونات but also make computers لكن برضو toshiba بتعمل كمبيوترات برضو طيب 28 they are a survey هما النقط بيعملوا survey survey معناها استطلع رأي of small business in Egypt في الاعمال الصغيرة في مصر او المشاريع الصغيرة في مصر هتبقى survey جماعة بتاخد make لا سوري عفوا survey بتاخدش make survey هنا مش بتاخد make بتاخد do وبتاخد carry out وطيبقى الاجابة بي وصي صح طيب 29 you can see some contemporary انت ممكن تشوف بعض ايه بعض ايه المعاصر on the walls على الحيطة of the building behind في الحيطة اللي وراك او على حيطة المبنى اللي وراك بتشوف ايه بعفن النحط قلبة شارلز طبعا غلط مورالز اه فعلا جامعة فعلا لوحة اللي هي جدارية صح انما مورالز اللي هي التانية دي سوري دي ميورالز اللي هي رقم به دي معناها لوحة جدارية اما مورالز دي معناها اخلاق او مغزة طبعا غلط مورالز معناها اه اثار طبعا غلط انت بتشوف اه لوحات جدارية على الجدار اللي فوق الوراك ده 30 نقط ايز شود بي بروفايد فور ويلت شير يوزرز لازم ان هو يكون متوفر ليه مستخدمين اللي هو الكورسي بعجل يعني ايه هو جماعة اللي هو المنحضرات اللي هو الرامبز يا جماعة اللي هو الحضرات اكيد مش لادرز يعني سلم ولا ستيرز معناها سلم الفارقة من الاتنين معناهم سلم جماعة بس الفارقة من لادرز ده ده السلم اللي هو الخشب اللي هو السلم البداي اللي احنا بنركبه عشان نطلع عليه انما ستيرز دي معناها اللي هو السلم اللي هو العادي اللي انت بتطلع منه في البيت ده والسلم بتاع الامارة يعني بلوكس طبعا غلط يا جماعة مش هتم فها طيب رقم 31 القضاء هاف نقط يكون عندهم نقط واجب عشان يلاقوا الحقيقة يبقى عندهم واجب مقدس معناها معناها مواجب مقدس يا جماعة معناها طبعا اللي هو نادر طبعا غلط معناها اللي هو مرعوب طبعا ده غلط يا جماعة معناها مخيف ودي طبعا ده غلط لأ عندهم واجب مقدس 32 they were absolutely with the shows نقط success هم يعني اكيد دحكوا بالعرض الناجح يبقى بالعرض اللي هو الملحوز يا جماعة سكالبيتار معناها العرض اللي هو الملحوز معناها عادي طبعا غلط تريفاي معناها فزيع طبعا ده غلط معناها اسوأ طبعا ده غلط 33 مصلحة اللي هو محمد صلاح is one of the best واحد من افضل في العالم واحد من افضل يا جماعة temporary معناها مؤقت طبعا غلط ancient قديم غلط contemporary معناها المعاصرين فعلا من افضل عب المعاصرين حاليا في العالم موجودين يعني conflict معناها الصراع طبعا ده غلط 34 they gave me free tickets هما ادوني تذكر مجانا and free mail into the A فيه ايه بقى كل ده بيكون بداخل ايه او في ايه يعني فيه البرغان معناها الصفقة او صح تنفع exhibition تبطعا ما تنفعش يا جماعة ده معناها رحلة استكشافية وما تنفعش برجلان معناها سرقة ودي سرقة بيوت ما تنفعش graph معناها رسم بياني ما تنفعش بقى طيب رقم 35 try to learn حاول انت تتعلم the correct pronunciation اللي هو النطق الصحيح of any words you ايه بقى اي كلمة انت ايه اي كلمة انت تلاقيها كده بالصدفة big up معناها التقت طبعا غلط come cross صح يا جماعة اللي هو تلاقيها ويتيجت بالصدفة hand معناها يسلم باليد dig up معناها يفحور طبعا غلط 36 she was very good teacher who was not to help students اللي هي عملت ايه للطلاب اللي هي كرست حياتها ليه الطلاب او اللي هي خصصت حياتها ليه الطلاب يا جماعة اللي هي معناها dedicated كرست او خصصت او خصصت عفوا polish دي نماعت طبعا غلط decline decline معناها يهدي طبعا غلط decline publish yunshot طبعا غلط يا جماعة 37 you can sometimes انت ممكن بعض الوقت اريد برجن اللي هي الصفقة حقيقية in the local market في المحلات اللي هي اللي هي في المدينة يعني او في اهل البلد كاماكروس معناها اه تاجد بالصدفة ولا dig up معناها يفحر ولا pick up اللي هو تلتقط لا تنفع يا جماعة كاماكروس ممكن تلاقي حاجات فعلا صفقات فعلا في المدينة صح وممكن تلتقطها صح pick up اللي اتنين تنفع يبقى ايه وسي تنفع يا جماعة 38 بيقول لي ايبقى the scientist العلماء the scientist العلماء the fossils الحفريات from the ground اكيد بيفحروا علشان يلاقوا الحفريات من الارض كده يبقى دي جاب يا جماعة يوفحر عشان يستخرج حاجة كاماكروس طبعا غلط يجد بالصدفة سيطاب غلط هاندي انه معناه يسلم طبعا غلط 39 you have to انت لازم عليك انك تعمل your notes الملحوظات بتاعتك at least على اقل كده من اربع اسابيع قبل ما انت تمشي يبقى انت محتاجم يبقى انت لازم عليك او واجب عليك انك تسلم هاندي ان الملحوظات بتاعتك دي اكيد مش كاماكروس يجد بالصدفة غلط دي جاب يوفحر مش هتنفع طبعا ولا بيجاب يلتقط طبعا مش هتنفع رقم 40 the side effects الآثار الجانبية نقط with this drug بالدوة ده shouldn't be ignored ما يتمفعش ان انت تتجاهلها ولا ينبغي عليك انك انت تتجاهل حاجة زي كده يبقى الآثار الجانبية المصاحبة يبقى associated معناها مصاحبة رقم C اكيد مش هتنفع الشيم دي خجول طبعا ولا compensate معناها يعود ولا procrastinated معناها يسوف طبعا غلط يا جماعة رقم 41 the good teacher المدارس الجيد must be لازم يكون be able to نقط discovering اللي هو الانضباط in the classroom في الفصل يحافظ على الانضباط في الفصل يبقى منتين يا جماعة معناها يحافظ على الانضباط stay يبقى طبعا غلط remain معناها يبقى طبعا deny انكر طبعا غلط 42 I don't believe انا ما اعتقدش ان اذا ايه نقط او ما بسدقش في الاساطير about the old house على البيوت القديمة ما بسدقش فيه الخرافات والاساطير مثل دا جماعة heroes الابطال طبعا مش هتنفع ولا broadsheets معناها الصحف الرسمية ولا الايقاعات طبعا ما بتكلم على الاساطير 43 he has been نقط from assistant manager to manager هو ترقى من مساعد مدير لمدير يبقى promoted هو ترقى promoted decrease معناها اللي طبعا غلط provide معناها يثبت طبعا غلط improve معناها يحسن طبعا غلط 44 I نقط هو originated urgent urgent ما يعني يا جماعة من أصل أنا بسأل من أصل the custom اللي هي العادة off sending اللي هو off sending اللي هي إرسال birthday cards اللي هي كروت عيد الميلاد يبقى أنا بتسأل يا جماعة wonder wonder يا جماعة بال O مش بال A wonder بال O معناها بيتسأل wonder بال A دي غلط يا جماعة دي معناها يتجول غلط told يخبر طبعا غلط advice ينصح طبعا غلط advice sorry wand is معناها يا جماعة الجروح should be covered لازم تتغطى with a clean dresses while لازم تتغطى كده بالشاشة كده أو حاجة نضيفة كده واخد بالك أثناء ما نقط occurs أثناء ما هي بتحدث يبقى أثناء ما هي اللي بيحدث بقى الالتقام اللي هو الهينينج جماعة أثناء ما الهينينج بيحصل لازم أن أنا نضف الجرح بتاعي ده لازم سوري آآ آآ أثناء الالتقام ما ما بيحصل لازم أربط الجرح بتاعي ده بشاشة يعني بشاش نضيف medicine دواء طبعا غلط infected معناها عدوى طبعا غلط damaged معناها يدمر طبعا غلط طيب رقم 46 the statue the statue التمثال was not out of a single piece of stone يعني من قطعة أثر واحدة يبقى جماعة التمثال ده بيكون منحوط من قطعة أثر واحدة يبقى curved اللي هي رقم دي curved دي يا جماعة معناها يريد بشدة طبعا دي أقول واحدة دي اللي هي مكان الر طبعا دي غلط طبعا painted معناها يدهن طبعا دي غلط done معناها يفعل ودي طبعا دي غلط رقم 47 بيقول لك إيه lung cancer اللي هو السرطان بتاع الرئة اللي هو محفظنا يعني and other illness والأمراض الأخرى are not with smoking بتكون مصاحبة للتدخين خذ بالك يا معاة are not with smoking اما فعل من ضفل وانجية اما تصريف ثالث على حسب بتكون مصاحبة associated يا جماعة associated الأولى دي معناها فعلا يصاحب بس أنا عايزة أقول مصاحبة غلط يا جماعة contacted معناها تواصل طبعا غلط communicate معناها تواصل برضو غلط يا جماعة اللي بعديها 48 I will give my lawyers أنا هدي للمحامي المحامين بتوعي the a to act on myself كي يتصرفوا كأنهم أنا يعني هديهم من الاثورة اللي هي السلطة هديهم السلطة عفوا انهم ممكن يتصرفوا كأنهم أنا يعني energy معناها طاقة طبعا غلط application معناها إشارة طبعا ده غلط يا جماعة sorry application معناها تطبيق طبعا ده غلط powers معناها الطاقة طبعا ده غلط يا جماعة ندخل على اللي بعديها رقم 49 بقولك a famous scientist اللي هو العالم المشهور did mat while أثناء he was لما كان في نقط to anti critic anti critic جماعة معناها اللي هي الكرة الجنوبية يعني in 1912 اللي هو في سلة 1912 يبقى كان يبقى كان في رحلة استكشافية جماعة ليها exhibition معناها رحلة استكشافية picnic معناها نوزة خلاوية طبعا ده غلط يا جماعة drive you suck طبعا غلط journey معناها لحلة طويلة غلط 50 it's impossible ده من المستحيل إنك نقط his handing writing اللي هو الكتابة بخط الإيد it's horrible دي حاجة فضيعة سيئة يعني I can't understand anything أنا مش فاهم حاجة يبقى من المستحيل إنك يبقى تفك شفرتها decipher معناها تفك الشفرة recognize دي تعرف طبعا ده غلط no يعرف طبعا غلط write 50 if you don't hand your homework in on time لو أنت مسلمتش الوجب بتاعك في المعادل المناسب أو المعادل المحدد يعني I want not it أنا مش هعلمه أنا مش سوف أعلمه يعني I want to park ده degree معناها درجة طبعا غلط and xor grade معناها درجة غلط and xor grade معناها درجة غلط and xor grade معناها درجة غلط and xor grade دي معناها centigrade عفوا دي معناها مقاوية طبعا ده غلط يا جماعة 52 the earth the earth the earth the earth 365 يعني 365 نقاط يوم عشان ترف حوالين الشمس يبقى بتاخد تقريبا 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 كده approximately معناها تقريبا لاني هي بتاخد 365 يوم وربع وست ساعات يعني يبقى رقم C ريتلالي معناها حرفيا طبعا غلط يا جماعة nearby معناها قريب بس للمكان أنا مش بكلم عن مكان بقول تقريبا تقريبا هي بتاخد 365 يوم تقريبا كده يعني round معناها مستدير طبعا ده غلط 53 the sorry white purple معناها يا جماعة نين رخام كده أبيض stood وقفين on either side على كل جانب من المدخل يبقى اللي اتنين رخام دول بيكون ايبقى عواميد رخام اللي هو players معناها عواميد لخام وقفين كده على المدخل على كل جانب photographers طبعا غلط يا جماعة اللي هي معناها صور فوتوغرافية gardens معناها حضائق طبعا ده غلط barks معناها حضائق عامة طبعا ده غلط garden غلط طيب 54 we spent احنا عدينا visiting في زيارة the wonders of ancient Egypt في عجائب الدنيا عجائب بتاعة مصر القديمة ايه يبقى civilian دي معناها جماعة مدني طبعا ده غلط technology technology طبعا غلط civilization في عجائب الحضارة المصرية القديمة صح جماعة رقم c forms sorry farmers دي معناها مذارع انا قريطة فورمس بلا ايه بلا او مش بلا ايه farmers معناها مذارع ودي غلط طبعا 55 the pyramids الاهرامات are Egypt's most famous historic a الاهرامات بتكون اكتر ايه تاريخي بتكون اكتر landmark جماعة حاجة كده برزة او معروفة كده او يعني علامة كده او خط بالك في مصر لاند سايدز طبعا ده غلط يا جماعة معناها لو منحضر بورت معناها مينة طبعا غلط ارث كويك زلزال غلط يا جماعة ستة وخمسين اه اتوات بي امستيك هتكون غلطة نقط اور هيدز راسنا ان ذا ثاند في الرمل واند بريتيند ونتظاهر ستتعمل هاتمش كده او هاتبعد يعني طبعا هتكون حاجة غلط لو احنا ادفن ندفن يعني يعني يدفن راسنا فررمنا زي النعام كده طبعا غلط والنعامنا ما بيدفن راسه فررمنا جماعة بيدور على اكل يعني مش علشان خايف من حاجة اسمه باي طبعا يشتري طبعا غلط كل يقتل طبعا غلط بيرني يحرق طبعا ده غلط سبعة وخمسين سبعة وخمسين اللي هي ثقافة البلد نقط أنا محتاج هنا اسم لأن دي صفة معناها مهاجرين من العالم كله معناها تصميم طبعا أو عزيمة طبعا غلط معناها مختلف هي تنفع يا جماعة بس أنا كنت محتاج هنا اسم لأن ما ينفعش معناها صفة ودفرنت معناها وبرضو صفة برضو يا جماعة اللي اتنين صفتين ما تنفعوش ولا بعض غلط هي محتاج هنا اسم دي كيومنت وثيقة طبعا غلط آه تنفع يا جماعة معناها تنوع تنوع الثقافي كده بتاع البلد كده طبعا نتيجة لأن كان في مهاجرين كتير فكان في تنوع عندهم في البلد يعني طيب رقم 58 there are huge a في عملاق من ال a showing بتباين ancient Egyptians gods الآلهة المصرية on the walls على الحيطان في الطمب في المقبرة طيب في بقى ألواح جدرية اللي يا جماعة ميورالز معناها ألواح جدرية كده موجودة على الحيطة كده يبينك كده الآلهة والمصرين كده بقى نعنينه ازاي مورالز أخلاق طبعا ده غلط ميزز معناها متهاد طبعا غلط ميرشز معناها مستنقعات غلط 59 بقولك there will be ايه هتكون ايه نقطة investigation اللي هو التحقيق في الحدثة the accident الحدثة يبقى في تحقيق رسمي official تحريق رسمي يا جماعة officer زابط طبعا غلط office مكتب طبعا غلط officially معناها برسمية طبعا ده غلط يا جماعة تنفعش طبعا رقم 60 as a teacher you are in a note كمدرس انت بتكون note of trust بتكون نقطة ثقة بتكون في موضع الثقة او مكانة ثقة position يا جماعة مكانة او موضع location معناها مكان بس ده مكان بقى اللي هو مثلا مصر بس انا بعتلي location بتاعك اللي هو بعتلي المكان بتاعك تنفعش طبعا ولا site طبعا موقع طبعا تنفع ولا site الاخيرة دي معناها اللي هي بصر طبعا او حاسة الابصار طبعا ده غلط 61 he has been given a several a هو اعطيه عديد من a for his work with disabled children نتيجة ليه عملوا مع الاطفال المعاقين ايبقى ايبقى owners تكريمات owners يا جماعة رقم دي لاننا هنا محتاج ايه جماعة محتاج هنا اسم honorable معناها طبعا مكرم ودي طبعا دي صفة ما تنفعش لان انا محتاج هنا اسم extracts معناها طبعا استخراج طبعا ده غلط بانشمنت عقاب طبعا ده غلط رقم 62 buy the end of لسه مجاوبنا من شوية بحلول نهاية queen's a the first emperor معناها الامبراطورية الكبيرة طبعا was in decline يعني اه اتهدمت او راحت يعني يبقى بفترة حكم يعني بنهاية فترة حكم يا جماعة اللي هو ryan معناها بنهاية فترة حكم اللي هو رقم b بنهاية فترة حكم ryan طبعا معناها يفسد طبعا غلط طيب ندخل على رقم 63 the quran الكرآن is a نقط book بيكون كتاب a of muslims للمسلمين بيكون كتاب يا جماعة بقى scared بيكون كتاب مقدس يا جماعة رقم c اكيد مش scaredly ولا scary اللي هو جماعة مخيف طبعا ده غلط ولا scared معناها مرعوب طبعا ده غلط 64 recent study اللي هو الدراسات الاخيرة يعني نقط ذني دي الحاجة لي more qualified teachers مدرسين مؤهلين يبقى ابرزت بقى الحاجة يبقى highlights دراسات بقى الاخيرة دي ابرزت الحاجة لمدرسين مؤهلين طبعا عشان يعلموا الطلاب طبعا غلط يعلق طبعا غلط يقلل الغلط 65 although the village is long way of the tourist trail معناها على الرغم من القرية الطريق بتاعها بيكون بعيد يعني كده عن طريق السياحة is it نقط a visit بتكون نقط زيارة بتكون تستحق الزيارة ارغم من انها بعيدة لا تستحق الزيارة تستحق useless بلا همية طبعا غلط invaluable معناها بلا قيمة طبعا غلط worthless معناها بلا قيمة طبعا غلط 66 you have to run انت لازم عليك run more tests to decide there لازم تشوف كده تعمل اختبارات عديدة او تجري اختبارات عديدة عشان تكرر whether سواء الوثيقة دي is not or not بتكون اصلية ولا لا يبقى authentic بتكون الوثيقة دي اصلية ولا لا موفينج يحرق غلط administrative معناها اداري غلط alert معناها تنبيه غلط 67 he was نقط by hair beauty هو كان نقط بجمالها هو كان مفتن او مبهور بجمالها يعني يبقى مفتن بجمالها في الحال bride معناها جماعة يدفن طبعا غلط monerated معناها يرائب طبعا غلط heerdy يسمع غلط 66 اللقصر اللي هي مدينة اللقصر is becaturisk معناها خلاب and richly وغنية by historical tourist center ومركز سياحي طبعا جميل يعني خلاب يعني طيب سلسين انا مراضف كلمة becaturisk معناها خلاب او ساحر واخد بالك مراضف بتاعها او نفس المعنى بتاعها له ايه بقى shamring shamring معناها shamring معناها طبعا ساحر طبعا interested معناها يهتم طبعا او مهتم طبعا غلط ugly قبيح طبعا غلط reminds بقايا او حتام طبعا غلط ندخل بقى grammar اللي هي صفحة 102 و42 ويسمي اللي هو يلا بنا نبدأ مع بعض ياوحوش بقى grammar كده وصلي على الحقيقة لسه تصعب واضغط like لسه وضغط like وفعل زر الجرس برضو يلا ياوحوش اول سؤال معايا بيقول ايه بقى i sorry she she is absolutely delicated معناها هي فرحانة جدا يبقى اكيد هي مستحيل انها تكون فشلت واختبالك وسقطت يعني ورصبت لان هي فرحانة يبقى can't اكيد دا استنتاج بالنفي طبعا مست دا استنتاج بالاجاب طبعا غلط هي اكيد فشلت لا اكيد يا should طبعا دا غلط وما يدي معناها عدم الاحتمالية او ربما sorry الاحتمالية ولا ايه لا عفوا غلط طبعا رقم اتنين يقول دلوقتي they بقى حلو جدا انا بتكلم على الحاضر يبقى didn't في الماضي طبعا دا غلط و weren't دا في الماضي برضو غلط يبقى don't aren't اختار don't or aren't بقصصها لو can use to وراها verb to be انفي هنا برضو verb to be they aren't طبعا لو كان اي حاجة غير verb to be انفي don't or doesn't وهكذا يعني هي طبعا don't noisy هو كان معتاد ان هو يعمل صخب عالي طب حلو جدا اولا did it use to ما تنفعش ان to be جورها فعلة في المصدر و دا مش فعلة في المصدر يا جماعة دا اسم و دا غلط used to هنا برضو التانية دي برضو خطأ لان بيجورها فعل في المصدر و دي برضو غلط دا اسم طيب is used محتاجة to فطبعا دي غلط wasn't used to be جورها اسم يا جماعة او فعل بنضف له ing صح used to be و جاء بلها verb to be سواء was aware او is or is وراها يا اما فعل بنضف له ing يا اما اسم فبالتالي دا اسم فيختار رقم c طيب نخش على رقم 4 انا نقط have a camera انا نقط معي when اولا wasnt sorry was used to be غورها فعل مضف له ing and have d فعل فبالتالي مش هتنفع wouldn't برضو مش هتنفع فالاجابة اما used to عادة في الماضي اما would برضو تستخدم مكان used to لو تعبر على العدد في الماضي بس بس لحظة كده بس خد بالك انا هكتب لك امتى استخدم would وامتى استخدم used to باختصار كده بسيط اختصار الكلام يعني استخدم would مستخدم امتى لو ان would دي لا اول حاجة ان هي لا تأتي في النفي ولا السؤال يعني would ماينفعش استخدمها كمكان used to في النفي والسؤال طب تاني حاجة ان انا برضو ماينفعش لا لا يجوز استخدام would سواني كده would يا راح يتفين بس انا مشكلة سواني كده لايجوز استخدام would مع مع الافعال التقريرية وافعال الشعور ماينفعش استخدم would مع الافعال التقريرية جماعة وافعال الشعور طب تلت نقطة ماينفعش برضو استخدم فيها would اه ماينفعش تخدم مع verbi to be verbi to be verbi to be وverbi to have جماعة وverbi to have دول ماينفعش استخدم معاهم would خالص تمام بس دول اه ولازما لو عايز تستخدم would لو عاوز تستخدم would مكان used to لازم يكون الفعل باقي ما له يقبل التكرار ان انا اقرره زي مثلا زي فعل زي play وهكزا تواخد بلاك يعني يقبل اللي هو يعني يكون منضف له اي النجاعة دي خالص بس دي الحاجات اللي انا ممكن اضيف فيها ود يا جماعة مكان مكان used to سواني الون هنالك كده وانت بقى اخدها screen shot بقى ولا شوف انت هتعمل اي سواني حاول لون هنالك لون ثاني مثلا مختلف هوت حس ان انت سواني كده لون هنالك لون اسود مثلا حلو جدا اي متل لون اسود اي وانت برضو بحاول اخدها screen shot او حاجة بس انا كتبتها لك هوت فدي الحاجات اللي هنفع استخدم فيها wood والحاجات اللي مفعش استخدم فيها wood طيب في هنا verb to have يا جماعة انا قلت لسا لك من شوية ان verb wood مجيش لفع verb to have ولا مع verb to be فبالتالي مش هنفع استخدم wood فاستخدم هنا used to طيب رقم 5 i نقط play فوطبول انا نقط اعتدت ان انا لعب كرة قدم لما انا كنت صغير حلو جدا اولا used محتاجة 2 نقصة مش هتنفع واللي مش هتنفع سوف في المستقبل ولا wood سرقة ولا shud طبعا مش هتنفع wood هتنفع ممكن استخدم مكان used to هيتطبق عليها الشروط عادي خالص دفع لي قبل التكرار وفيش اي مشكلة وشغال يعني بقى wood اختر مكان used to نسألك من شوية ام تستخدم wood مكان used to طيب ندخل على اللي بعدي ندخل اللهم صلى على النبي على السؤال اللي بعدي سرقم 6 بقول لك there be school here هو كان نقط مدرسة هنا يبقى كان في الماضي موجود في المدرسة هنا وما عادش موجود دلوقت طيب uses لسه اقيل لك من شوية ان wood لا بتيجي مع verbeto هاف ولا بتيجي مع verbeto b وهنا فوق verbeto b فمش هتنفع اختار wood فاختار مكان used to طيب رقم 7 بيقول الهمر يعني الشاكوش ده is used هنا used to مش معناها جماعة هنا بقى يعتاد على لا ده معناها يستخدم او هتقول to hitting ما ويزدو قبلها verbeto بيها فهيباتو فعلم مضافر ng او اسم لأ طبعا ما ينفع هنا معناها يستخدم يستخدم الهمر ده بيستخدم مش بيعتاد علي يبقى هت على طول رقم دي رقم 8 students الطلاب used to work hard اعتاد ان هم يعملوا بجد but now they طب حلو هختار هنف اقول لك من شوية لسه اقول لك زود to لو جاء وراء verb to be اي حاجة غير verb to be don't or doesn't على حسب ودو طبعا ده غلط رقم 9 my sister اختي نقط like sweets اختي اعتادت ان هي بتحب الحلوة حلوة جدا use to طبعا ده غلط طب اختار بقى use to ولا would ولا هما شعور واحساس الاستمرار ما ينفعش اخد معها would اختار use the to و b طبعا غلط رقم 10 I didn't use to darkness خبالك هنا في جملة غلط في حتة غلط في الجملة هنا جماعة اقول لك دلوقتي بس ما خلص يعني but now لكن دلوقتي انا نقط it لكن دلوقتي انا عايز اقول معتد عليها انا مكنتش بحب الظلمة زمان وكنتش معتد على الظلمة زمان لكن دلوقتي انا معتد عليها عادي خالص اولا use to مش هتنفع خالص ليه بقى لان use to ورا فعل في المصدر وده it ده ضمير واخد بلاك طبعا ما تنفع و ايام using to بيجو ورا فعل ما نضف اي nj طبعا يا جماعة او اسم ويدل على الحاجة في المضارع وده هنا it مش هتنفع using ده مستمر تو اخد بالك مفروض used to مش using to use to غلط طبعا ايام used to مش using to انا معتد عليها دلوقتي it ورا ده تنفع يا جماعة it ضمير تمشي محل الاسم عادي الغلط في الجملة دين لكالم فورد يقول wasn't مش didn't لان هنا dark ns ده اسم وانا اقول من شوية use to be اسم لو جاء قبلها verb to be او to get او verb to become يا جماعة لو جاء قبلها بي جاء اسم او فعلا من ضف lng اما didn't use to be فعلا في المصدر عادي خالص daughter hits exam بنت بتكره الامتحانات في المضارع دلوقت هي نقطة قلقة على فكرة دي قلق ده اسم قبل here exams قبل here exam result قبل نتيجة الامتحان طيب هي بتكون قلقة يا جماعة في قبل نتيجة الامتحان اولا او هي عندها قلق او معتدى ان تقلق يعني قبل نتيجة الامتحانات حلوة جدا انا محتاج حاجة بتجيب اسم يبقى used to بتكلف في المضارع used to رقم اتنين افو رقم بي مش هتنفع ان يبقى رار فعال في المصدر وده اسم مش هتنفع never used to مش هتنفع برد لان اصلا بقول لك شي وش اصلا محتاج uses مش طبعا غلط uses to رحلة الطيران من باريس تأخرت اربع ساعات there not a bad weather in France اكيد كان في تقس سيء في فرنسا او اكيد في حاجة حصل لانا اتأخرت اربع ساعات ده بشي العادي طبعا يبقى اكيد في الماضي يبقى must have والتصريف التالي يبقى must have be should معناها ينبغي مش هتنفع خلص معناها يجب مش تنفع ولا كانت معناها مستحيل طبعا مش تنفع رقم 14 surely اكيد نقط خلصت الشاي بتاعها it wasn't it was really hot ده سخنة جدا يبقى اكيد مستحيل تكون خلصت الشاي بتاعها لان ده سخنة جدا يبقى يبقى كانت يبقى كانت طبعا مستحيل might معناها ربما طبعا في الاحتماليات ما تنفعش طبعا اكيد بالإثبات مست ما تنفعش لابقولك هو سخني كده يبقى لسه مخلصتوش شود معناها كان يبقى طبعا غلط 15 الحرمية نقط هربوا ثرو ذا بالاكون من البالاكون لكن لدينا دليل حضرتك ما عندناش دليل طبعا ما عندكش دليل وبتتكلم في احتماليات بتستخدم might على طول رقم c مش محتاج على طول شود مش تنفع ولا مصد طبعا تنفع اكيد ولا مصد لا ينبغي طبعا غلط او ممنوع غلط 16 انا متأكد ان هي نقط تبين بي تيلين ذا ترس ان هي بتقول الحقيقة كل شخص بيقول نفس الشيء اللي هي علته يبقى انا متأكد انا بالاجاب ولا بالسلب يعني بالنفي ولا بالاسبات لا بالاسبات عادي خلص يبقى انا متأكد بتقول الحقيقة لان ما فيش حاجة بتدل ان هو كلام بالسلب يعني بالنفي مصن طبعا غلط وربما احتماليات غلط وكان طبعا غلط 17 انا معرفش هو فين هو نقط فقط يعني ملحقش القطر يعني طبعا انت بتتكلم على احتماليات وربما يبقى على طول ميت على طول مش محتاجة يبقى ميت رقم دي مصن طبعا غلط ولا كان تنفع ولا كان برضو تنفع رقم 18 احمد نقط فرحان احمد بيجو عايز اقول فرحان جايزة يبقى اكيد هو فرحان ده طيران من الفرح واخد بالك يبقى مصن يا جماعة طول وطول تتكلم في مصن استنتاج في المضارع مصن مصن طبعا ميت طبعا غلط وميت طبعا غلط وكانت معناه مستحيل طبعا غلط 19 نقط نادر نقط بالبرد هو مش لابس جاكت يبقى اكيد بيشهر بالبرد يبقى مصن بيه على طول ايه جاب على طول استنتاج بالاجاب على طول مش بالسلب او مش بالنفية كانت طبعا مش مستحيل طبعا غلط ده وقال لكم مش لابس جاكت ربما احتمالية غلط فين التصريف التالت يبقى طبعا دي غلط رقم 20 بيقول اللي يبقى زي نقاط هاد لانش هما نقاط تناول الغداء بتاعهم زي رفض الطعام بتاعهم في التلاجة يبقى يبقى مكلو ولا مكلو اكيد مكلو ده بقول لك الطعام بتاعهم في التلاجة يبقى can't have head ما تنفعش طبعا لهم لسه مكلو ما ينفعش طبعا مصط تأخذ بالك مصط ده ستنتاج بالإجاب طبعا ما بقول لك هو مكلو ده لسه الطعام بتاعهم في التلاجة might معناها ربما غلط might not معناها ليس ربما طبعا ده غلط طبعا رقم 21 I ring you this morning but you don't answer عليك الصبح بس انت مردت الشي واخد بالك sorry آسف انا نقط sleep انا نقط يبنى اكيد كنت نايب I must يبنى اكيد كنت نايب عشان كده ما عرفت شرد عليك كان طبعا غلط ولا كان تنفع ولا طيب رقم 22 عفوان اللي دان كان بيدن بس صلينا وجينا يعني رقم 22 بدأ تمطر كل واحد بقى رفع كده الشمسية بتاعت وكل شخص رفع الشمسية بتاعت ويبقى اكيد بقى انها كان بتمطر لكل واحد رفع الشمسية بتاعت او انت مش تنفع ولا كانت معناها مستحيل ولا ميت ربما طبعا 23 23 نادا نقاط نست او بتنسى يعني she has got a good ممارية عندها ذاكرة كويسة يبقى مش بتنسى يبقى كانت على طول المستحيل تنسى انها بقول عندها ذاكرة كويسة يعني طيب آآ ميت ربما طبعا دا غلط آآ ميت طبعا غلط ولا ما است تنفع 24 she goes shopping everyday now هي بتروح للshopping كل بط نقط هي نقط go before لكن ما كايتش قبل كده معتادة ان هي بتعمل دا قبل كده طبعا انا بتكلم على عدف الماضي ما كايتش بتعملها بان فيها didn't use to didn't use اول بعد طبعا غلط محتاجة to never طبعا غلط لان انا بتكلم على عدف الماضي فطبعا دي غلط وdidn't used to طبعا غلط يا didn't use مش used طبعا ده غلط جماعة 25 did you نقط to that bit shop هل انت عايز تروح لمحل الحيوانات الاليفة طبعا did بتجيب بعدها الفعالة في المصدر فهتبقى used طبعا used ده طبعا دي غلط وused الاخيرة دي غلط فهي b c وطبعا مع used used to بي جرار فعالة في المصدر فرقم c غلط الاجابة عندي رقم b 26 for many people اللي كتير جدا من الناس to get نقط like this انك تعيش زي كده او ما تعتدش انك تعيش زي كده انا بتكلم على ان هي دي عادة يا جماعة واخد بالك بس عادة في المضارع وانا عندي get قبل كده used to لما بيجي وراها verb to get او verb become بيجي وراها to الفعل من ضف له ing يبقى get used to leaving used to بيجي وراها الفعل في المصدر هنا دي غلط لو ما كانتش قبلها جت يا جماعة فهي قبلها جت فهي وراها فعلا من ضف له ing use to طبعا التانية دي غلط ورقم الاخيرة طبعا غلط جمعنا ماتج used to مش use بس غلط 27 I am not in the hills طيب انا عاول عايز اقول used to انا كنت معتاد على الجاري تمام حلو جدا am يا جماعة بتجيب وراها لما يجي ورا used to ورا فعلا من ضف له i n jib I am used to running used to run مش هتنفع لان used to جاء قبلها في المتوبيل اللي هو am فطبعا مش تنفع used to run مش هتنفع هي didn't not so much مش بتدخن in the old days ما كانتش معتادين على التدخين في الايام اللي فات او ايام زمان يعني طيب انا بتكلم على عدفين في الماضي و did انت بتجيب ورا الفعل في المصدر فانا محتاج use اول واحدة دي غلط و use دي الاخيرة غلط فالاجابة عندي ايما b ايما c و not used not so fast هو ما كانش معتاد انه يجري بسرعة حلوة جدا انا خدت قبل كده برضو used to لما بيجي ورا verb to beza بيجي ورا to فانا مضاف له ing بقى to running لان هنا في was to run طبعا غلط لو ما كانش في was كان تنفع run طبعا غلط ورا running بس دلوقتي ما عادش بيحصل يبقى no longer travels by train هو دلوقتي في المضارع ما عادش بيعمل ده وكان في الماضي بيعمل ده اول واحدة بقول لك هو ما زال بيعمل ده لا باتكلم على عدف الماضي عدف الماضي يعني خلصت طيب رقم c بيقولك he didn't always هو ما كانش دايما بيسافر لا ده كان دايما بيسافر الكلام ده هو نادرا لما كان بيسافر لا ده كان بيسافر وكان يتعادك في الماضي فلا مش هتنفع خلص رقم دي بل يجاب عندي رقم b 31 I haven't arrived yet لسه ما وصلتش شي نوء the train who knows من يعرف هي بها ربما نست او ملحقتش القطر من يعرف يبقى اخذ اخذ رقم 32 مي نقطة براكتس سبورت هي تمارس رياضة بطريقة منتظمة ناو شي دلوقتي هي بتعمل ده انا بتكلم على عادة في الماضي ما كانتش بتعملها ولكن في المضارع دلوقتي بقيت بتعمل يبقى هي في الماضي ما كانتش بتمارس الرياضة بطريقة منتظمة يبقى شي مي ما كانتش معتاد ان هي تلعب رياضة بطريقة منتظمة لكن دلوقتي ده ما شاء الله عليها شغالة انا لونجر طبعا ده غلط يا جماعة ولا اه use 2 طبعا غلط ولا use 2 طبعا غلط طب رقم 33 مي نقطة براكتس نفس الجملة بتمارس رياضة بانتظام لكن دلوقتي ما كانتش معادتش بتعمل تاخد مي نقطة براكتس سبورت اه مي ايه بقى ما بتمرس رياضة ده ااخد بالك اني مور تاني ما عادش بتمرس رياضة بانتظام تاني يبقى يا جماعة اولا use the 2 بيجو وراها الفعل في المصدر وبيدل على الماضي انا الكلام هنا مش دل على الماضي خالص ولا use the 2 بيجو وراها فعل من ضفلة انجي او اسم طبعا غلط ونو لونجر يا جماعة بيجو وراها مضارع بسيط ودي طبعا ده براكتس مش براكتس مش من ضفلة اس فطبعا مش هتنفع فاليجابة الساعة تبقى باست ندخل باع جملة بعدها مي نقطة براكتس اه من اللي بيجو وراها مضارع بسيط هي نو لونجر بيجو مضارع بسيط اهو براكتس من ضفلها اس بيجو وراها فعلى فعلى في المصدر وهنا من ضفلها اس مش هينفع اس بيجو وراها الفعلى من ضفلها اس مش هتنفع ستة وتلاتين وينش واس يونج لما كانت هي صغيرة هي نقط باتنان بدري لما كانت هي صغيرة بتكلم على عدف ان الله ينور عليك عدف ان في الماضي تواخد بلك طيب هي كانت باتنان بدل انا ممكن اقولي يا جماعة اه صح مش مش صح يا جماعة وود صح ليه لان اقيل لك وود يا جماعة ممكن تمشي مكان ايه مكان حلو جدا امتى بقى لو كان الفعل ايه قبل الاستمرار عادي تاخد بالك ما فيش هغل سنيه بيجي قبل الاستمرار ايه تاني ان الفعل ده يا جماعة ممكن مش فربي توبيه فعلا هو مش فربي توبيه وهاكزا وهقوش ديس اقيل لك الشروط دي في اول الفيديو رجعها تاني ايه مياه بيجابه عندي هيبقى ايه وب صح سرعة وتلاتين هيواز يونج لاما كانت هي نقط بتنام بدري اه فعلا هنا ما نضاف له ايه ايه ان جي يبقى هاختار ايه بقى يا اما جوت يوز تو صح لان الفيربي توجيت او فيربي توبي او فيربي توبي او لازتو بي وارفعلا مدافه ان جي صح او وز يوز توصح يبقى ايه وصي صح يا جماعة يبقى الاجابة بيجابه رقم دي صح رقم ثمانية وتلاتين اخويا معدش او لم يعد بيصحى متأخر لان نقط هي نقط doing جماعة ده فعله من ضفله ايه ing يبقى 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 قبل ايه used to verb to be او verb to become او verb to get is used محتاجة to دي غلط is used to تنفع شغالي سواني بس معي was used to تنفع خليها معي برضو ويوزد طبعا غلط طيب اختار بقى is used to ولا was used to طيب بقولك اخويا معدش معدش بيصحى متأخر لان هو كان كما هو كان معتاد في الماضي فانا بتكلم على حاجة في الماضي دلوقتي هو في الموضارجة معدش بيعمل يبقى على طولها تستخدم ايه was used to يبقى is used to طبعا غلط لو كنت بتكلم على الموضارجة كنت تستخدم 39 بيقول لي يبقى I نقط should quality with my friend انا نقط انا اتشاجر مع صحبي I really regret it انا نادم على الكلام ده يبقى كنت بتكلم على حاجة كان ينبغي انك انت ما تعملهاش ولكنك عملتها يبقى I shouldn't ما كانتش ينبغي على ان انا تشاجر مع صحبي حتى حاليا دلوقتي يا نادمان شود معناها كان ينبغي تعمل حاجة وما عملتهاش لأ ده كان ينبغي انك ما تعملهاش ولكنك عملتها يبقى shouldn't مش شود مصد مش هتنفع ولكنك انت هتنفع اربعين may is use your dictionary may بتستخدم القموز بتاعك may لها of course you نقط I don't need it now بالطبع ايه انا مش محتاجه دلوقتي بالطبع انت بقى انت ايه انت تستطيع انا تستخدمه يبقى you can تستطيع may ربما غلط كانت مستحيل طبعا غلط او لا تستطيع طبعا غلط may not طبعا غلط واحد واربعين may نقط تكون فرحانة قصد الشرق sorry she has just هي لسه مجرد او لسه يعني حالا يعني path نجحت في الامتحان بتاعها يبقى انا بتكلم عليها يا جماعة بتكلم عليها ان هي اكيد فرحانة مش 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 فرحانة لأ ده الاستنتاج في المدارة يبقى must اكيد يا فرحانة لان هي نجحت has to طبعا في الماضي لازم في الماضي غلط mustn't مستحيل طبعا غلط can't sorry od od into two طبعا غلط 42 samir traveled to work by bus samir بيروح الشغل بتاعه او يسافر الشغل بتاعه بالاوتوبيس هي نقط by train as usual هو كان يقدر يسافر بالقطر كالمعتاد بط لكن هو ما عملش كده طب كنت بتكلم على استطاعة في الماضي كنت قدر تعملها ولكن ما عملتهاش بستخدم مين could have والتصريف الثالث يبقى could have traveled بتكلم على استطاعة في الماضي كنت تقدر تعملها ولكنك انت ما عملته مست دي اكيد في الماضي ما تنفعش هاتو كان لازم طبعا في الماضي ما تنفعش ميت ربما ما تنفعش طبعا 43 our car broke down again عربيتنا تعطلت تاني ات نقط probably yesterday هي نقط تصلحت مظبوط مبارح يبقى ايه اكيد ما تصلحتش كويس واستنتاج في الماضي بالنفي يبقى كانت على طول can't have been revealed اكيد ما تصلحتش كويس can't have طبعا دي غلط لان دي مبنية للمجهول يا جماعة can't have been محتاج been قبل الفعل في التصريف الثالث must have must have طبعا ولا شود انت هاف تنفع طبعا 44 انت نقط توقف اكل سريع it's bad for your health دي حاجة وحشة جدا لصحتك يبقى انت يبقى ايه بقى ينبغي انك تعمل ده دي نصيحة يبقى انت you should يا جماعة you should o'ten طبعا غلط ولا must انت طبعا ما تنفعش ولا هاتو تنفع طبعا ما تنفعش طبعا اا رقم 45 this temple المعبد ده نقط بيكون مهم جدا it's hundred it's visited by hundreds بيتزار بمئات الناس كل يوم يبقى ده اكيد مهم يا جماعة يبقى this temple must must be important اكيد مهم كانت في النفي طبعا غلط ولا هاد انت في الماضي كان لازم في الماضي غلط ولا شود انت لاي انبغي غلط 46 he said he wasn't used not keep waiting هو ما كانش معتاد انه هو يكون يعني منتظر او كده طب حلو جدا خد قبل كده used to زي ما قلتلك بيجو وراء لما جاء ابلا verb to get او verb to be او verb to become بيجو وراء to الفعل ما نضاف له ing يبقى to being kept to be طبعا ده غلط ولا be طبعا غلط ولا being طبعا غلط 47 all the students كل الطلاب كل الاسئلة كويس it so easy يبقى كل الطلاب جاوبت عليه كويس اكيد بقى كان سهل جدا وبتكلم على الماضي يبقى must have والتصريف التالت يبقى must have been easy اكيد كان سهل جدا it طبعا غلط mustn't mustn't طبعا غلط mustn't برضو خلط لا تخش على 8 40 I no to work every morning انا لشغل كل يوم الصبح it one of my good habits دي واحدة من العادات الجميلة جدا ليا يبقى انا اكيد بعمل الكلام ده كل يوم في المضارع ومعتاد عليه بعمل الكلام ده كل يوم في المضارع يبقى I am always I am I am sorry I am used to walk to work every morning كل يوم الصبح يبقى رقم بي used to كانت عادة في الماضي لا ده لسه بقول لك لسه دي حاجة عيادة حلوة عندي ما وطلقش انها خلص طول حاج ووكس طبعا ده غلط وانا بتكلم على عادة واتكلم على عادة شخصية فيها يعني always طبعا غلط always walk ده طبعا كنت معتاد في الماضي وخلص طبعا طبعا 49 عمر نقط the hot weather الجر الجو الحر جدا في انا لان هي وقضة هناك معظم heath life in Scotland معظم حياته جدا في سكوتلندا يبقى عمر سكوتلندا طبعا برد النار برد جدا برد جدا انما انا حر نار طبعا مش معتاد طبعا على الجو ده عمر ايه بقى isn't used to مش معتاد طيب اولا doesn't مش هتنفع used to اصلا بتتنفع didn't مبدئيا يعني واخد بالك وused to طبعا مش هتنفع هو معتاد لا وused to ليه رقم didn't use to مش هتنفع لان didn't use to بيجوارها ايه فعل في المصدر وده هنا اسم فطبعا انا محتاج اجابة اجابة اسم ايه بقى isn't used to ايه بقى هي الاجابة رقم c احمد نقط studying hard احمد نقط بيذكر بجد هذلك الايام يعني اوهذه الايام انا محتاج حاجة بتجيب وراه فعلي بنضاف له ing وبقول معتاد وعادة واخد بلا was used to طبعا مش هتنفع ليه بقى هي كانت تنفع عادي بس لو كان الكلام في الماضي لان الكلام في المضارع مش هتنفع بتجيب وراه فعلي مضاف له ing 51 عمر isn't here now وهو عمر مش موجود دلوقتي so لذلك هي نقط have gone to museum by himself هو ممكن يكون راح المتحف مع نفسه كده ومع حاله يعني يبقى هو ربما تاخد بلك ربما او اكيد بس طبعا ربما مش موجود تحت فالموجود تحت اكيد يبقى مصط كانت طبعا نافي طبعا غلط شد طبعا ينبغي غلط وكان طبعا غلط واثنين وخمسين ات نقط ايزي سهل للراجل انه يمشي واخد بالك للانسان انه يمشي في نهاية الاسبوع لانه عنده رجليه مكسورة طبعا رجليه مكسورة هيمشي ازاي يبقى ما ينفعش يمشي كانت طبعا كانت هاد بين طبعا هاف بين تنفعش طبعا هو يمشي طبعا لمكسور كانت بيه طبعا ده غلط لانه بتكلم في الماضي ده في المضارع الشد طبعا ده غلط مصط غلط برضو 53 oh this is my father's mobile phone ده mobile بابايا تاخد بالك he left for work هو ساوه بقى واخد بالك نساء واخد بالك هي نقط to take it هو اكيد ما تذكروش واخد ما تذكرش ان هو ياخده مستحيل ان هو افتكر ان هو ياخده لانه بقولك يعني شوف انا مستعجب يعني يبه هي can't can't have remembered اكيد مستحيل ان هو يكون افتكر انا عايز استنتاج في الماضي من نفي يبقى استخدم can't to have والتصليف التالتي يبقى can't have remember مصط طبعا غلط وهات طبعا غلط ومصط اخر جملة معي oh it's very cold ده بردي جدا اي نقط ما يكوت hold now انا بشعر يعني بالبرد السيء جدا دلوقتي انا كان ينبغى علي يعمل ده تواخد بالك يبقى should have والتصريف التالتي ما عنديش عندي should ان تنفع ما تنفعش عندي must استنتاج في الماضي لا طبعا انا بقولك كان ينبغى علي جيب الكلام ده وما عملتوش انا عايز اقول كان ينبغى في الماضي على اعمل حاجة وما عملتهاش had to كان لازم طبعا في الماضي ما تنفعش اه ما عنديش story should اختار مين مكانها auto تمش مكان auto have والتصريف التالتي auto take انا كان ينبغى علي ان اخد المعطف بتاعي لان انا دلوقتي شعر بالبرد وندمان جدا ان انا ما عملتش ده بس يا صديقي وده اللي كان معايا ان شاء الله في الفيديو ده اللي هو حل الوحدة العشرة على الكلمات والgrammar الفيديوهات طبعا بتاعت الاسئلة الاسكيل سواء الرايتينج او الرايتينج او الترانسليشن او الموجودة عندك في القناة بالترتيب خش وشفها طبعا واهم حاجة صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام ورب يوفقكو وحقالكو احلامكو وقوله امين في الكومن تحت يا رب يوفقكو ونبدأ مع بعض ان شاء الله الفيديوهات الجاية واشوفكم اذا بحوش السنوات العامة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته